أعلنت توكلة الأنباء الرسمية اللبنانية مقتل ثلاثة في أحداث انفجارات طالت أجهزة الاتصال المحمولة في البقاع بلبنان وذكر مصدر أمني لبناني أمنية أن أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله انفجرت في جنوب لبنان والضحية الجنوبية لبيروت أضف المصدر أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت عبر لبنان اليوم هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة البجر التي انفجرت أمس إلى هذا دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثا أمنية لإفساح المجال للوصول للتواقم الطبيع